من الخرطوم ينضم إلينا أشرف عبدالعزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية أسد أشرف عامل الوقت الذي حدده السيادي وتحدث عنه البارحة هل يشكل عامل ضغط على عبدالله حمدوك؟ يعني بالتأكيد بعد مارث طويل ومتعدد الأشواق توصلت قوى الحرية والتغيير مع حمدوك لاتفاق حول الوزراء وبالتأكيد عامل هذا الوقت لا يؤثر كثيرا خاصة وأن الأمر كان عرضة للطنحيص وعرضة لاتخاذ معايير صارمة بشأن الكفاءة كما قال حمدوك عند عودته للخرطوم في أول لقاء له مع الصحافة فهذا يعني أن ما تم الآن هو محاولة جيدة للاتفاق الكل حول الوزراء المرشحين واعتماد معيار الكفاءة وتنحيصهم تنحيصا دقيقا حتى يبدأوا المرحلة الجديدة أيهما أقرب أستاذ أشهر أيهما أقرب إعلان حمدوك لأسماء الأزراء الخمسة عشرة الذي تم عليهم التوافق أم التشكيلة برمتها الأغرب هو إعلان حمدوك للخمسة عشرة وزيرا ولكن حتى البقية لن تتأخر يعني بقية التشكيلة لن تتأخر خاصة وأن هذا يعني أن قوى الحرية والتغيير وحمدوك بدأوا يبحثوا بجدية كاملة أنه كيفية تلافي هذه الخطوة وهذه العثرة في إطار التجويد الأداء وليس في إطار الخلاف والتبايد أين يكمن الخلاف؟ أين يكمن الخلاف يا سيد أشرف؟ ما هي طبيعة هذا الخلاف حول الأسماء المتبقية الثلاثة؟ ربما لجنة الترشيحات في قوة الحرية والتغيير رجحت كفة بعض المرشحين فيما يرى حمدوك أنهم يعني ربما لا يكونون هم الأفضل وأن لديه ترشيحات أخرى إضافية فهذا ربما هو يكون السبب الوحيد الذي يعني جعل هذه التشكيلة لن تطرح بأكملها وإنما تبقت هناك سلاسة وزارات لم يعلن عنها قدا ولكن في القريب العاجل سيتم تجاوز الأزمة ما دام تم تجاوز الأسماء القائمة الأهم وهي الـ 15 وزيرا طيب الخلاف في هذه الأسماء أو في هذه الحقائب على أسماء الوزراء أم على طبيعتهم وعلاقتهم بالأنظمة السابقة وهذا الإرجاء ثم التأجيل ثم التأخير كيف يراه المواطن السوداني الشارع هل يترقب هذه التأجيلات أم ربما هو اعتدى عليها في الأيام أو الشهور الأخيرة الشارع يترقب هذا التشكيل والشارع هو يعني الآن أصبح أكثر ثقة في حمدوق بعدما أصبح الرجل يتحدث بحسم واضح فيما يتعلق بمعيار الكفاءة وبالتالي ليس هناك أي أزمة فيما يتعلق بانتظار بغية التشكيل خاصة ما دامت أن السيغة هي متزايدة في رئيس الوزراء الجديد وحسمه لهذه الملفات من معيار الذي حدته الوحيد وهو الكفاءة وليس سواها شكرا جزيلا أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية ضيف الغد من الخرطون